قال دينيس بوشلن حاكم منطقة دونيتسك المعين من روسيا أمس الأحد سبعة وعشرين شخصاً قتلوا واصيب خمسة وعشرون أخرون بعدما قصفت قوات أوكرانية مدينة دونيتسك بالمنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا وأوضح بوشلن أن المدينة تعرضت لنيران مدفعية أوكرانية فيما ذكر أليكسي كولمزن رئيس بلدية مدينة دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة وفي موسكو أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً أدانت فيه الهجوم بشدة فيما لم تصدر أوكرانيا تعقيباً على التقارير الروسية الواردة